بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله على طول هنخش في خطوات تصميم اللي هي شابتر فو. وهنتكلم النهاردة على ايه هي الخطوات التصميمية للقعدة اللي من نوع دوت. احنا خدنا تعريف القعدة في الجزء السابق. والنهاردة هنبتدي ناخد الخطوات بتاعتنا. زي ما تعلمنا في الاجزاء السابقة كلها. ازاي نصمم او ايه الخطوات بتاع التصميم لازم يكون عندي معطيات. ابتدي بيها التصميم. فلازم يكون مديني في مسألك. بس يوصي اللي هي اله. واحمال العمود. ممكن على فكرة ما يبقاش عمودين. ممكن يبقى اكثر من عمود. عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة وبردك احط قعدة. واحط الايه القعدة تحتها وتبقى. لكن احنا بنتكلم لو مساء زي ده بسيط يبقى مديني بي واحد ودين اتنين. ومديني طبعا ابعاد الاعمودة اللي واحد في بي واحد واني اتنين في بي اتنين. ومديني سمك الخرصانة العادية وخلاص مش هنتعرض بقى الموضوع سمك الخرصانة العادية. احنا عارفنا سمك الخرصانة العادية لو كان اقل من عشرين بنعمل ايه? ولو كان اكبر من او يساوي عشرين سنتي بنعمل ايه? طيب. ده او دية القامرة بتاعتي. لازم اخلي بالي منها ان انا لما اجي اخد عرض القامرة اللي انا هبتدي اصممها في مرحلة متقدمة. لازم ابص لي عرض العمود ده وعرض العمود ده لان عرض القامرة لازم يكون يشمل عرض العمود. فممكن يكون عرض العمود ده مسلا تلاتين واربعين. فانا ممكن اخد عرض الكامرة بتاعتي كام? على اكبر عرض اللي هو كان اربعين. ممكن اخده خمسين ما فيش مشكلة. مهم يبقاش ايه? اقل من عرض من الكامرة. وطبعا دي القادرة اللي هي بتاعتي. طيب عايز اقتي اصمم بقا اصمم ازاي? اول خطوة نحسب الاحمال. نجيب ال необходим و اتنين اجيب هي واحد ونص في و واحد ونص في المقاسات بتاعتي. برضك نفس فقط فكرة اللي قلناها في الكمبايند فوتينج اني لازم المحصرات تكون في المنتصف لتكون ماله يونيفورم فعشان كده لازم نجيب المحصرات بتاعتي أجيبها ازاي؟ البي اثنين دي بتساوي اين؟ البي واحد زائد البي اثنين أخذ الموقع إنت حاولين النقطة دي او حاولين النقطة دي مش هتفلق البي اثنين دي عزم المحصرات حول نقطة بساوي عزم القوة حول نفس النقطة اظل النقطة. جيبت القيم 2x لو عايز اظام ال mdx ثم زائد المسافة اللي بعديها اللي هي لحد الحدود بتاعتي ازود انا متر ممكن ايا كان ما فيش مشكلة عين. وفي الحالة دي هي تبقى ال L بتاعة ال inforcing اللي هو بساوي 2 في مين في ال x بار. طبعا ال l b c بتساوي l r c زائد c tpc او ممكن تبقى ال l b c بتساوي l r c زائد 2 c a بتاعت tpc يعني مش هتفرق. ده طبعا على حسب هل في عندي gare هنا ولا عندي مثلا موضوع راحتي ممكن ازود الزيادة اللي انا عايزة. طيب دي الخطوة التالتة الخطوة التالتة بقى عايز اصمم وانا عندي حاجتين. عندي بلاطة. دي اسمها ايه? سلاب. ودي اسمها بيم. لازم اصمم البلاطة اصمم الاسلاب. الديزاين في سلاب اللي هي لتحت دية نفس تصميم اللي احنا اخدناه في بس المشكلة ان كانت زمان بديك حمل الحيطة. لو انت عايز يجيب حمل الحيطة هو عبارة عن البي توتر على ال ال ار سي. بس سهلة كده. ودي البي التمت واحد ومص في البي ور. مبتدي اقول بقى الديمينشن اريا بتاع الانفورسين كونكريت بي ووركينج على كيونيت ال اول. الواحد ما الاريا ديت عبارة عن ايه? واحد في مين? في البي ار سي. بقى بنا طلع البي ار سي ولا لأ? جمت جبتي البي ار سي بتاعتي ده لازم يقرب لأقرب كم? خمسة سمتي بالايه? بالزيادة. وبعد كده البي بتاعت بتساوي البي بتاعت الار سي اللي انت جايبها زائد اتنين بتاعت التي بي سي او زائد اتنين السي تي بي سي وقعد فين ايه الفرق بندية وبندية على حسب سمك الخرصانة العادية طيب. جايبنا الديمينشنز ايه اللي بعد كده جيب على الاريا. الاريا هنا لو تلاحز انها بتساوي مين? البي ار سي في كم? في واحد. وبعدين لازم دي تكون اقل من الكيونيت اللي هو اللي يبقى انا سيف. وبعدين اجيب عبارة عن واحد ومص ثمين في السيجما نت. يبقى انا كده جبت بتاعت الاسلاب بتاعنا. الاجزاء اللي جاي هنبتدي نكمل فيها الايه? التصميم بتاعت الاسلاب الموجودة. شكرا.